السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الأولى مجالات الجاذبية 1-2 شدة مجال الجاذبية G نستطيع وصف قوة مجال الجاذبية بواسطة تحديد شدة مجال الجاذبية والتي نرمز لها بالرمز G وتساوي 9.81 متر في الثاني والسالب 2 تقريبا وهذه الكمية هي التي تمكننا من معرفة وزن الجسم W الذي كتلته M من العلاقة W تساوي M في G فشدة مجال الجاذبية عند نقطة ما هي قوة الجاذبية المؤثرة لكل وحدة كتلة لجسم صغير موضوع في تلك النقطة ونستطيع كتابة شدة مجال الجاذبية G بوحدة نيوتن في الكيلو جرام السالب 1 وذلك يعني أن كل واحد كيلو جرام من الكتلة يتعرض لقوة جاذبية مقدارها 9.81 نيوتن ويمكن كتابة ذلك على شكل معادلة من القانون F تساوي M A حيث نعتبر التسارع A تسارع الجاذبية الأرضية فيصبح القانون F يساوي M G ومنها فإن G يساوي F تقسيم M حيث F هي قوة الجاذبية التي تؤثر على جسم كتلته M وتقاس شدة مجال الجاذبية بوحدة نيوتن في الكيلو جرام والسالب 1 وهي تكافئ وحدة التسارع متر في الثانية والسالب 2 كما يمكننا تحديد شدة مجال الجاذبية لكتلة نقطية أو كروية كالتالي من قانون يوتن للجاذبية F يساوي G M M R وقانون القوة F يساوي M G نساوي بين القانونين فيصبح G M M على R تربيع يساوي M G فنلغي M على M فنحصل على قيمة G تساوي G كابتل M كابتل على R تربيع إذن شدة مجال الجاذبية G الناتجة عن كتلة نقطية هي G تساوي G كابتل M كابتل على R تربيع حيث G كابتل هو ثابت الجذب الكوني و M كابتل هي الكتلة المسببة للمجال و R هي المسافة من مركز الكتلة ومن القانون فإننا نجد أن G تعتمد على الكتلة M للجسم الذي يسبب المجال والمسافة R عن مركزه وبما أن القوة كمية متجهة فإن شدة المجال الجاذبية متجهة أيضا وهي ليست ثابتة حيث أنها تتناقص كلما ازدادت المسافة R فمثلا قيمة G تساوي 9.8 1 نيوتن في الكيلو قرام والسالب 1 تقريبا من سطح الأرض ولو صعدنا إلى جبل إفرست أعلى قمة بالعالم فإن شدة المجال ستنخفض بنسبة 0.3% وتخضع شدة مجال الجاذبية كما ذكرنا في الدرس السابق إلى قانون التربيع العكسي مع المسافة فعندما تزداد المسافة إلى الضعف فإن شدة المجال ستقل إلى الربع وكما ذكرنا سابقا فإن لشدة مجال الجاذبية جي وحدة أخرى مكافئة وهي المتر في الثانية والسالب الثنين لذا فهي تسارع وتعرف أيضا بتسارع السقوط الحر لأن أي جسم يسقط بحرية في مجال الجاذبية سيكون له هذا التسارع وهو 9.81 متر في الثانية والسالب الثنين مكافئة اشتركوا في القناة